اشتركوا في القناة في مجالات عمل المنظمة وبدوره نوها سعادة السفير بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيسكو الذي اثمر مشاريع ثقافية هامة حيث ترأست مملكة البحرين خلال عام 2018 لجنة التراث العالمي واستضافت عاصمتها المنامة الاجتماع الثاني والاربعين للجنة كما تستضيف المملكة منذ عام 2012 المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي الذي يعمل على الحفاظ على الارث الحضاري العربي وموقع التراث العالمي في المنطقة عبر برامج واسعة ومتنوعة والذي تم تأسيسه بناء على اتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيسكو وكذلك المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي تم تتشينه ايضا عام 2012 وهو المركز الاول من نوعه على صعيد المنطقة وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بمنظمة اليونيسكو والجهود التي تبدلها مملكة البحرين في سبيل دعم مشاريع وبرامج اليونيسكو التي من شأنها المساهمة في تعزيز الارتقاء بالانسان في مجالات التعليم والثقافة والعلومة ترجمة نانسي قنقر